القرآن يا بنيني ومسلنا نمشي مع القرآن ونسير مع القرآن لغاية ما وصلنا إلى مجال مهم جداً من مجالات حياتنا وهو مجال العمل ومشينا في مجال العمل وبنا فينا القرآن الكريم وإحنا بنتكلم على العمل العمل المتزن المنير العمل الكفء الفعال بنا فينا القرآن إن العمل عبادة وبنا فينا القرآن كمان إن العمل تعمير وبنا فينا القرآن كمان إن العمل تسكية يا سلام التسكية وهي بتخرج أحسن ما فينا وتنقينا من بلاوينا العمل بيعمل كده وكمان العمل تعلم وابتكار ما بارح تكلمنا عن إن عمل تعلم وابتكار والتعلم وابتكار أحد أهم الوسائل اللي بتعние على التعاون هنا بقى وهنا النهارده بقى على نتكلم بقى على الأوجاع اللي بتحصل لنا في العمل على إن الناس في العمل مش فاهمين القرآن بيكلموا عن العمل إزاي القرآن بيكلموا عن العمل ده فريق ده تعاون الناس ما ينفعش في العمل كل واحد فينا عايز يعيش وما نشوف هو بس اللي هو يعمل العمل كله ما بقاش الكلام ده موجود في حياتنا العمل لازم يكون فيه تعاون العمل بتاعنا كلنا مش بتاع حد الواحد وعشان كده من أوضح الدلالات اللي هنلاقيها في سورة الكهف احنا خلاص انتصى في الشهر يا بيجري الشهر بسرعة ربنا يا سبحانه وتعالى يجعل كل ساعة قعدناها مع بعض وكل لحظة قعدناها مع بعض بنت فينا معنى يفضل فيه طول حياتنا فأوضح الدلالات اللي موجودة في سورة الكهف لما تحكينا عن أصحاب الجنتين والقصة باختصار بتحكي عن اتنين إخوات زي ما بتقول بعض الروايات واحد فيه مغني وعنده جنتين فيها ثمار كثيرة واختر بيها لدرجة انه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا علشان تظهر قيمة التعاون اللي لازم تكون موجودة بنا في العمل والأخ بينصح أخوه اسمعوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قال الله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل من كمالا وولدا شوف الكلام الحلو وشوف التون الجميل وشوف الهم إزاي حاطت قلبه على قلبه أخوه وإزاي بينصحه عشان يخرجوا من حالة الاغترار بتاعته شوفوا بقى نقاء الناس اللي عايز الخير للغير وهو بيقوله الطريقة اللي يحافظ بها على ماله والجنتين بتوعه وصاحب المال مش واخد باله إنه إعجابه بالمال ده وعدم شكره وعدم أداء واجب الشكر ده ممكن يفسد عليه دينه وماله مش بس ماله بس ودينه كمان عشان يتجلى أمامنا أحد أهم الفوائد اللي بتعود علينا إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا القرآن ده إن في ناس لما تعيش بالأنوار دي يبقى قلبهم عندهم سلامة في الصدر وبيتعاونوا مع الناس لأجل نفعهم فبيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أداله على الخير كفاعله ويا سلام لما نحس على أداله على الخير كفاعله دوت من أكتر الحاجات اللي بتحسسنا إن إحنا عندنا حياة متسعة إن يفضل الخير بيسري أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس فيسري نور النصيحة ونور التعاون في الناس إحنا بقينا كتير نشتكي من أحوال كتيرة وفي موضوعات كتيرة بنشتكي من موضوع الزنب اللي الناس بتعملها في بعض في الشغل ويفضلوا يتعانوا في بعض ويتكلموا من وراء بعض على بعض وحاجات غريبة بتحصل ما لهاش أي علاقة أبدا بهذا الحال والنور اللي بتنشره فينا سورة الكهر في مجال العمل لو طبقنا مفهوم التعاون بنا هتختفي الظواهر السلبية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاسم والعدوان وسيدنا النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما شفش خير إلا ودلنا عليه دلنا على الخير من كل أبوابه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا التعاون ده مهم جدا في إنجاح الأعمال وخرجها بأفضل نتيجة وإن ده محل مدد الله لعباده وده واضح في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعض وقوله يد الله مع الجماعة يبقى خلوا بالكم إن حضراتكم إن التعاون ده مجالاته وسعة جدا 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 شوف كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من كان معه فضله ظهر فليعود على من لا ظهر له وإن كان له فضله من زاد فليعود على من لا زاد له الكلام ده ممكن يكون في البيت ممكن يكون في الشارع يا سلام لو أنت عندك وقت وبدل ما تدور على أي حاجة تعملها تروح تقعد مع ابنك أو يا سلام لما يكون عندك أي وقت تستطيع أن أنت تبذلي تروح تعودي مع زوجك من كان عنده فضله صدر عنده صراح في الصدر يروح يشيل هم مع أخوه فبلاش بقى وإنت بتتعاون مع حد كمان من زمالك في الشغل تتعالى عليه ولا تحسسه أنه هو مش بيفهم حاجة وأنه مش فهم كل حاجة لكن اختار الأسلوب اللي توصله به النصيحة لأن النصيحة ممكن تكون ساعات فضيحة وساعات تكون كمان نصيحة تجرح وتأذي وتفضل علامتها مش يفضل تعلمها قوى النصيحة بتاعتك تكون علامة بتوجع لكن خليها علم ينفع وتعلمه من الآية اللي معانا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فشوف الكلام شوف جمال الأسلوب وبيقوله إيه اللي حاصل توجه بالحمد إلى الله مش بيقوله شوف أنا أعرف منك إزاي وانسي بالفضل لله سبحانه وتعالى عشان تحافظ على مالك وتحافظ على بركته يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لازم تفهم إن ده من عند ربنا وإن ربنا اختصك بالمال ده واختصك بالمال ده عن كتير غيرك يبقى فيه ناس فهمة تعاون غلط بيبدأوا يتعالوا على الناس وينتقدوا كل حاجة تحت مسمى النصيحة آه إحنا عندنا نوعين من الناس ناس تشوف ناس بتغرق يسبوهم يغرقوا وناس بيشوف ناس بتغرق يفضل يقول له انت إيه اللي رماك في المية دي لغاية ما برضو يغرقوا والحقيقة الأمر إن ده نوع من أنواع الكبر الشخص اللي قاعد ينتقد ينتقد الناس ده مرض في القلب ده ونوع من أنواع الكبر وفتكر دايما حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجتي أخيه كان الله في حاجتي يبقى إحنا بنتعاون عشان أمور بنتعاون ليه مش بنتعاون عشان نحسن العمل كمان أول حاجة لازم تفتكره إن إحنا بنتعاون ولسه عندنا إن العمل تسكية إحنا بنتعاون عشان نزكي نفسنا وإيه اللي يحصل ونخرج مساوينا ونتحلى بأحسن ما فينا وإزايك لما تيجي تتعاون تحس إن أنت بتتجمل وتحس إن أنت بتنور ولو عايز تفهم التعاون صح وتخليه قيمة في حياتك في العمل لازم فيه ثلاث حاجات مهمة لازم نعملها كل يوم لازم تساعد حد من زمائلك أو أقل حاجة تعرض عليه المساعدة وابدأ بزمائلك اللي عندهم شغل كتير واللي هم في الحقيقة عندهم ضعف في الأداء وإنت حاسس إن فعلا هو محتاج مساعدتك صدقني دي حاجة هتلاقي حلوتها في قلبك وفي حياتك هتحس إن أنت إنسان مختلف هتحس إن العمل نفسه بقى منور هتحس إن العالم تحلى وتجمل وتنور بأنوار الله سبحانه وتعالى كمان بلاش كل واحد فينا يبقى في اتجاه وفي فجوة كبيرة بيننا لكن نتقارب ونتبادل الهدايا ونتبادل الهدايا لإن تبادل الهدايا لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بيكسر حاجات تحاجز كتيرة ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وقال أيضا تهادوا تحابوا ولذلك هتشعر بوده هتشعر بالانتماء للعمل هتشعر بأشياء كبيرة جدا جدا بحب أولا لما تكون في مناسبات فالناس تتهادى في المناسبات في العمل أو إن كنت تحس إن فلان دوت محتاج الكتاب الفلاني دوت أو محتاج الحاجة الفلانية فتجيبها له الحاجة الثالثة المهمة والأخيرة هو تحسد حد بلاش نحسد حد عشان شطرته أو عشان مواهبة يا ربنا إدهاله ولا عشان هو حصل إنه هو اكتهد وتقدم لأ يعني نحن ممكن نتعيده إن ربنا سبحانه وتعالى يزود الخير فيه ويا سلام إن أنا أحس إن ربنا حطه في طريقي عشان ينورني طريقي وعشان يفتح لي مجال إزاي أنا ممكن أتخلص من مساوئ نفسي وإزاي أنا أشوف هو عمل إيه ونجح فأنجح زيه فيبقى ده كتاب من كتب هطيت ربنا وهبت ربنا لي إن أنا أعرف إزاي أخرج من ضيق تصوري إلى ساعة فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق أقول لكم حاجة إحنا تكلمنا في العمل وقلنا إن العمل فيه خمس صفات الخمس صفات دي تعالوا نغزلها مع بعض إلا هيشوف العمل عبادة يا سادة إلا هيشوف العمل عبادة هيحصل إيه هيحس إن العمل ده يستطيع إنه يخرج به من مكان العمل إلى الحياة فيحس إنه بيعمر في الحياة فيتحول إن عمل تعمير يعني بعد ما العمل كان عبادة هينتقل ويغزل كمان إن العمل يتحول ويسري إلى العمل تعمير فيحس إنه بيعمر ويحس بأهمية العمل اللي بيعمله ده في الحياة فيبقى العمل تعمير فلما يحس بالعمل ده يحس إن رب التأثير اللي أنا عامله بالعمل ده هل بيدي؟ لا مش بيدي آه إذن ده محتاج لا حول ولا قوة إلا بالله فيدخل العمل ويبقى إيه فيكون العمل يتحول العمل إلى تسكية فالعمل يزكيني فأحس بإيه وقل يعملوا فسيرى الله عملكم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك الله فالعمل ييجي فيخسني العمل ويخليني أعرف معنى الرجولة وأدخل في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبعد ما العمل يزكيني أحس إن العمل كمان إلا حصل إن العمل كمان هيبضل باب مفتوح ومزالة الحياة وسعة فأفضل أتعلم وأبتكر فالحياة تتسع وتتسع وتتنور وأحس إن الحياة عشان تبضل تتسع وأفضل أنا إنسان متزن ما ينفعش أشوف الحياة الوحيد وما ينفعش أشوف الحياة بعيني بس وما ينفعش أحس إن أنا خلاص اتسعت والإيجو بتاها كبر لكن لازم يكون في تعاون عشان التعاون ده هيخلي العمل منور وهو ده معنى المعنى اللي هيوصلنا إلى البر وتعاون على البر والتقوى وهنا هتكون النصيحة 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 فيض من النور وحكمة النصيحة ساعتها هتكون في العمل تجلي من تجليات وما يؤتى الحكمة فقد أوتي أخيرا كثيرة العمل كده بقى مغسول بخمس خيوط العبادة والعمران والتعمير والتسكية وكمان التعلم والابتكار وختمناها بأن العمل تعاون عشان العمل يكتر ويبقى العمل قيمة إضافية في حياتنا وبكده القرآن يكون بنى عمل منور فعال وكف يملح حياتنا بالخير والنور والبركة يا رب اجعلنا دايما من أهل الخير ومن أهل البركة وملأ لبنا بمحبتك واجعل العمل يفتح لنا باب الأمل أن انت يا مولانا دائما مددنا وسندنا ونورنا وبركتنا ولا يمكن حياتنا أبدا يكون العمل فيها عب لأن العمل ده منا وفضل منك يا رب العالمين يا رب اجعلنا رجال نكون في أفضل حال ونرى أن العمل تجلي من تجلياتك يا زل جمالي والجلالي والإكرام يا رب العالمين